الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل ثم صلاة على خير الورى وعلى آل رسول وصحبه الفضل ثم أما بعد النهاردة إن شاء الله نعرف إزاي نزخرف اسمنا في لعبة بوليت إيكو أول حاجة هننزل برنامج ده هسيب لكم الرابط الخاص بيه في الوصف أسفل الفيديو برنامج 400 هتفتحه هيصالك بالشكل ده هتقول له ابدأ الآن بعد كده بتختار الزركاشة اللي انت عايزها هتختار مثلا علامة جمجمة دي وعلمة جمجمة في اقسل دي زخرفة اليمين اللي هي فوق على اليمين دي واللي على اليسار زخرفة اليسار لو عايزة عمل زخرفة ما بينهم كمان ممكن تعمل كمان زخرفة تانية هنا مسلا دي وتعمل زيها هنا مسلا وتختار الاسم مسلا روكا نسمي روكا تختار دي انواع الزركاشة اللي موجودة تمام ممكن تختار اي واحدة منهم تختار مسلا اختار دي نقول له كابي بعد كده هنخش على بوليت ايكو ونعمل بيست لها ونشوف هيقول لنا اي اي ودلوقتي هنفتح لعبة بوليت ايكو فتحناها هنضغط على الصورة اقصى اليسار الصورة الخاصة بنا اقصى اليسار بيهن بكلمة ميدو هنختارها مكتوب النام مكتوب ميدو هنعمل على علامة الالم دي شايفين هنضغط عليها بعد كده بمسحم الكيبورد واضغط على بيست الايه دي الكلمة اللي انا عايزها وقول له اوكي تم تغيير الكلمة طب انا عشان الامانة انا حاولت في كذا اا زركاشة وكده لغيتما الزركاشة دي او الزخرافة دي هي اللي نفعت ااااااا متحاولش نعمل اسمها طويلة عشان اللعبة تقبلها خلاص كده هي اسم الضاف وزي ما نشايفين فقال يسار هنا بقيت روكة زي ما نشايفين يارب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش واشتراك في القناة وعمل عجب الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته